أما وزير الصحة فقد قدم نبذة عن الحالة الوبائية في بلادنا وكشف النقاب عن الإجتراءات التي سيتأخذها القطاع في سبيل إبقاء الأطقم الصحية على تنبيل الاستعداد لمواجهة هذا الوباء نختار هنا نعطي نبذة عن حالة هذا الوباء في البلاد هنا في حولنا ونذكر هون عن فضل الله وبرحمته كيف قلنا ذاك النهار الحالات التي كانت عندنا أنها برات كانت عندنا ست حالات وبرات الحمد لله يا غير هذا مهم نفهمه معناه الحمدوه المولانا قلنا نعرفون أنه ما نقص الخطر بشي وبدأ لقاء عن الخطر الزات ولنحاول نفسره نحن بداية عملنا هون وبداية قبل الحكومة الإجراءات تبعاً لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية لذلك الساعة كانت الحالات في الدول اللي مجاورتنا حالات استثناء شويت ولا هيقاعة بتصاعد لكن اختيار نقول لكم عن هاو الدول اللي أخوتنا اللي حيانا عنهم وحدات منهم اللي عادوا ما منفر حالتهم في تصاعد وعننا نحن بفضل الله تبارك وتعالى وبالسبل لحركة الحكومة بقوات المسلحة وقوات الأمن وبجميع قطاعاتها وبتكاتف وجهودها قدين الحمد لله نحكم ذا الوباء عن يدخل شارنا دخلة حقيقية ذا اللي يخلقنا من الحالات اللي حالات مستوردة إلا حالة واحدة قريب من اللي عادية حتى هذا المجهود اللي يعدل واللي فضل الله أعطي النتيجة كان هو نهو ذاك الساعة من ضرك بهالي ضرك انضغط انزاد بهالي عدد الحالات تضعها مرات في الدول اللي حسانة وبين اللي عودان نسال كين اليوم الحمد لله من من الوباء يراعى فيه لما ستنا ينرى جعله مولي عن الضغط العاد قدر من الناس سواء ليه اللي يدخلها مريتان بيهالي سامع عن مريتان ما فيه الوباء هاو المعطيات حد زادهم من هاو الحالات اللي عندنا السبعة أثلاثة منهم الا الا اكتشفناهم حكما بصدفة ما عندهم اي عراض معناها ان ما اننا متأكدين ولا نقولون نتأكدوا ذرك انا ما فينا حال الكورونا للي لا قدر الله قدع دفهم حالات ولا عندهم عراض اذا ان الان ما نتموا معدلين ذلك اننا معدلين والله قاع نزيدوا نعودوا عراضنا روسنا ونعودوا من اللي خصرنا على روسنا ذا المجهود اللي فضل الله تبارك وتعالى اطانا عليه النتيجة لليوم الحمد لله ياسم الدولة حاسنا عليها هذا قلت وياك نقول هون عن الخطورة ما زادت بصيفتها والله زادت من ناحية اخرى هذا الوباء اللي نعت من الاشياء اللي ما كانت معروفة عنه ياسم اليوم من الناس اللي تشتقل عليهم من العلماء والناس اللي متابعتوا نقولنا عنها فات خلق الله قفة اولية وعنه فيه قيلة لا قدر الله يخلق قفات اخرات انا هالمادة اللي تم واحدة اللي كانت معدلة معدرتو وتقوي ونختير هون جميع المواطنين يعاونوا في ذاك بهاللي هذا هو بباش نقدو نقدو الحكومة بالمجهود المعدلة وبالتكاتف الجهود المعدلة وبذاللي راصده من الموارد البشرية والمادية تم عندها نتيجة اذا ما ما يقدو ينفهم اليوم عن نفهم مبرر ظاهر افتقير ذا الخالق بهاشصة بهاللي الموجب اللي يعدل عليه نزاد عن كان وما بهاللي ماتنا عند الحالة الرعو فيها اننا نقوله الماتنا في خطورة نحنا خطورة كيف قلنا نزادت انا ما فهم ظاهرة اي مبرر يبرر اليوم ان نخفهم من الاجراءات كانت معدلين واسابق نوفا نبقي هون نقولن على ان هون على مستوى الصحة نقام بقدر من الاجراءات كيف تعرفوا واحدة اولا تكفل بهالي الحالات ينعطموا له الحمد لله بريهم اليوم ربع منهم مازالوا اللهم حكومين احترازا قال الحمد لله مات فيهم حد في فيروس وان الحمد لله الحالة الوحدة اللي اللي توفات الله يرحمها ان شاء الله ومعزين اهلها عنها توفات قاعة ما هتنا علمنا انها فيها الكورونا وعلمنا بها اللي ان فات توفات وعدلها البحص وعننا كثفنا من هذا ترواد الحالات وهون نخطينا نشكروا الجهات والهيئات والافراد والعائلات اللي قد منين يفطنوا الشيء علمونا من اللي تقوم لجهات الصحية وتعاون مع الامن ومع سلطات الاخرافة الادارية ومع المنتخبون في الترواد ذوك الحالات وتعدالهم الفحوص واللي منهم واكد الحمد لله انه ما هو فيه انطلص واللي منهم فيه كيف شفت الحالات الحكمناه وتابعناه لين الحمد لله نسلك من بقيتون هذا الناحية لا يتكثف ان شاء الله من الله الفرق الصحية لا ينداروا على مستوى المقاطعات وعلى مستوى البليات وعلى مستوى المراكز الصحية يلي ان كان يعود فهم شبكة بالتعاون مع شبكات الجمعوية ومع الادارة المحلية ومع المنتخبون نتمو على استنفار دايم وهذا اللام اللي يؤكد عنه استنفار يالله يزيد وقدروا اللي ما هون فاتعاد حسبنا الموجب فلنا نخفوا بذلك كنا معدلين بين اللي عطانا بفضل الله نتايج ولا فهمهم اللي خفت خطر وقدروا اللي قد نقول الخطر ماتت علينا الخطر مخدع ما زال حولنا يالله نطرحوا الاخلاب وفي النهاية نختيرهم نثمن هذا العمل الحكومي وهذا التكامل اللي يخلق بينه ونثمن عمل السلطات الأمنية والدفاعية ونثمن أساسا عمل فرق الصحية لكل مستويات في كل بلده في المستشفيات في المراكات في النقاط الصحية في الإدارات الجهوية ونثمن تعاطي الشعب معانا الناس في اللي تعاطيات معانا ونختيروا ذو كارواجيش الأخرين منك الناس الأخرين ما فهمت الواحنين فيه نختيروا اليوم تفهمنا وتعرف عن المعدل اللي في صالحها وعننا كل حد اليوم نحجره اللي صالحه ورصالح أهله وعننا يا الله فلنتعاونه وإنه يعدل حضر ليس وشنه مديور بيها اللي لا وقاية وهذا المرض حتشافه في العالم يخلع منه يطلم ولانا الوقاية منه ويتعامل يعمل على صيقة ما ينجره ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر